يقولون أن منصات السوشيال ميديا يقرون أفكارنا يعني أكون مثلا أفكر أشتري ساعة مجرد فكرة يعني قاعد أسولف مع أسمهان فجأة تظهر لي إعلانات عن ساعات طول الوقت هل هذا الموضوع قبيعي وهل هذا أصلا وارد ويستوي كالعادة بتجاوبنا على هذه الأسئلة الزميلة نوف الكثيري صبحت الله بالخير صبحكم الله بالنور أسمهان وسعود شو أخباركم اليوم الحب لله طيبين وحنا دائما نختب مشوار الأسبوع بوجودة المميز معنا تسلمين تسلمين نزيل خبرنا يعني هل فعلا مواقع السوشيال ميديا يسمعون ويقرون أفكارنا السؤالة حلو عيبتني يقرون أفكارنا هل هذا شيء فعلا يصير ولا لا بس نرجع بعد الكلمة يسمعوننا نعم نزيل دوم يوم نحن نتكلم ويربعنا مثلا عن موضوع مثلا عن كافي معين كافي اسمه ألف فجأة تطلع لي دعاية كافي ألف هل السوشيال ميديا كنت تسمع المحادثة بيني وبين صديقتي فطلعت الدعاية ولا لا وداما حتى من أصدقائكم يقولون يخلاء يسمعون يسمعوننا في أحد الكتاب في وي آر سيكوريتي حط تصويت في حسابه في تويتر إن هل السوشيال ميديا تسمعنا ولا لا ثمانين بالمئة من الناس جاوبوا نعم تسمعنا مقتنعين إن السوشيال ميديا تسمعنا الواقع هو جوابنا بيكون ينقسم إلى نوعين نزيل يوم نتكلم عن السوشيال ميديا عادة أن نحن نتخيل إنستغرام سناب شات وما إلى ذلك فعندنا نحن هذا النوع من السوشيال ميديا وعندنا نفس جوجل جوجل بنجاوب عندنا بعدين طب خلنا نحن نركز في إنستغرام وفيسبوك على كل البحوثات اللي أنا سويها دائما الجواب لا ما يسمعونا بس يسمعونا بطريقة مختلفة نفس ما نحن تكلمنا في الحلقات السابقة يسمعونا من حيث إنه يدرسون نحن شو نسوي شو اللايك اللي نحن نحطه كم قعدنا على هالبوست بهالطريقة يدرسونكم بطريقة رهيبة بحيث يعرفون أنتوا شو قاعدين تفكرون أنتوا شو اهتماماتكم فبالتالي تطلع الدعاية اللي أنتوا تكلمتوا عليها وما إلى ذلك النوع الثاني اللي هو جوجل وسيري وهالأشياء كلها هل يسمعونا هاي نعم يسمعونا إذا أنت عندك أليكسا في البيت أو أنت تستخدم سيري أو النظام الصوتي في أندرويد نعم يسمع يسمع شو تقول طول اليوم طول اليوم يا حافظ يا سلام حسنا لا عندي سيري في البيت ولا أليكسا لأن مرات توصل لمرحلة يعني شو هالذكاء اللي فيكم من هذه الدرجة تجاوبون بسرعة يعني حتى سناب شات من قبل فترة بسيطة جدا يمكن حتى الأشخاص الماضي ضافوا خاصية الذكاء الاصطناعي في سناب شات وطلعت شدي محادثة غريبة عندي في الدايريكت توقعت أني قلت يمكن هاكرز ما رد أفتع المحادثة بعدين رهت قريتي الأخبار طلع لأن صيغة اللي هي أو خاصية وتسوي فيها الاشتراك واسلوي عندك صديق إلكتروني بطلعت وتيش السؤال في معاه ويردع إليك بشكل رهيب يعني أنا هي تختبرها أنا محتى بصراحة أنا بسأل اسمهان هي ترد عليه والله سألت كم من سؤال كتب له صعقني يعني بأسلوبه وبرده وعجيب خاصية بالفعل تخلي الواحد العاقل يقول يعني شو اللي قاعد يصير طب أنا أريد أسألت سؤال نوف يعني البعض يقول أن هناك في تسريب معلومات يصير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبحكم طبعاً اطلاعت وتعمقت في هذه الأمور طيلنا رائد شو المسألة أوكي تمام بس خانحنا نحن نحن نوضح للمشاهد شو يسمع لأننا بنختم الموضوع بطريقة صحيحة على السؤال السابق أنت تعطي أنت تخول تليفونك أن يسمع يعني يسألك ديو ألاو مي تيوز ديو مايكروفون شو تسوي؟ يس ألاو ففي النهاية أنت اللي تخول هذه الأشياء كلها يعني ممكن أني أنا بندها ممكن بندها بالضبط يعني أنا أذكر دكتوري في أحد البروفيسور الزمالي شو قال لي؟ قال لي أن أنا أوبر وهذه البرامج كلها أنا أسوي ديناي 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 للمايكروفون مرة من المرات قلت شيء معين وطلعت لي دعاية الكتاب اللي أنا تكلمت عنه فأنا رحت شفت الإعدادات مرة ثانية حصلتها على ألاو ليش حصلها على ألاو؟ لأن مع كل أبديت أنت تسوي مثلاً سناب شات، إنستغرام كل مرة تسوي أبديت مع كل أبديت يسوي ألاو فأنت مرثاني لازم ترجع وتسوي ديناي هذا أنت جداً حريص على موضوع الخصوصية نزل نرجع لموضوع التسريبات اللي سألتيني عنها أسمهان هي كلمة تسريب كلمة كبيرة نزل أنت يوم تقعد في السوشيال ميديا أنت قاعد تستخدم منصة مجانية يوم بتدخل جوجل يوم بتستخدم تشات جي بي تي يوم بتفتح سوشيال كلها منصات مجانية وفي الحياة الحقيقية ترى ما في شيء مجاني أنت الحياة ستعطي معلومات لك يبيعونها للشركات التسويقية فأنت أصلاً ما في خصوصية من الأساس أكيد ولا شو بيستفيدونهم أو كيف بيدخلون هذه المليارات بضب ترجمة نانسي قنقر